السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحاضرة هذه راح نتكلم عن الماتريكس كيفية كتابة الماتريكس باستخدام الماتلاب وبعض العمليات اللي ممكن نطبقها على الماتريكس احنا المحاضرة السابقة اخذنا الفكتر او الاراي او الone dimensional الان راح ناخذ الماتريكس اللي هي مكونة من two dimension احنا عادة مثلا من الريد نعرف الماتريكس بشكل عام مثلا عندي هذه الماتريكس مثلا واحد اثنين اثنين ااربعة خمسة ستة لازم لازم الحد اللي يدامه انه ال number of who و el number of column انه هنانه هاذا هاذي تمثل هاذي تمثل النمبر of column وعندي هاذي العدد الاسطر تمثلي النمبر of row فمن نريد نكتب matrix رح نجي نشوف انه شون راح نكتبها باستخدام الماتلاب وشون راح نتحكم نحدد النمبر of row و النمبر of column و الى اخر الماتريكس كتابة الماتريكس بالماتلاب عندنا هنانه هاذا جزء هاذا الجزء يمثل هاذي الرول مثلا الاول فارزه منقوطه هاي الفارزه منقوطه اللي يجي بعدها راح ينزل سطر ثاني فبالنتيجه هاذا راح يمثل بالماتلاب ال row الثاني فخلي نجي نطبق هاذي الماتريكس طبعا كالعادة فتحت unf file احنا انتفقنا انه كل الشوعة المالتنا نخلي بـ unf file حتى نقدر نخزنا ونغير بي ونوصلنا بشكل اسهل حرتب بالبداية clear all clc 10 هسه راح اعرف ماتريكس مثلا اي تساوي افتح قوس مربع مثلا عندي 1 2 3 على سبيل المثال خلي ناخد نفس الماتريكس هاذي نفس 1 2 3 يعني متكونه من 2 row 3 column يعني هاذي الماتريكس هي 2 في 3 2 row سطرين و 3 column ثلاث اعمدة اه شنون اكتب هاذي القيم شون اعرفها باستخدام الماتلاب فهسه هنانه من اجي اكتب 1 2 3 هاذا شنو السطر الاول زين من اخلي فارزة منقوطة شنو هاذي معناتها معناتها انه القيم اللي راح اكتبها هاذي تمثل السطر الثاني انها نحكتب 4 5 سفته طبعا ممكن ايضا هنانه هم اخلي فارزة منقوطة و اعرف رو ثالث وهكذا لكن هسه احنا نريد نعرف مصفوفه مكونه من 2 row 3 column وهذه الارقام مالتها فبهالبساطة ممكن انه نكتب الماتريكس طبعا هنانه الرو ممكن انه بين الارقام ممكن يكون فارزة عادية مثل ما استخدمنا بمحارة السابقة من كتبنا الرو بكتر او ممكن يكون space ماكو مشكلة لانهو بالنتيجة هذا الرو اللي هو بالماتريكس هو عبارة عن رو بكتر فانت نطوق علي كل طريقة كتابة الرو بكتر اللي تعلمناها بالمحارة السابقة لكن فقط انه اللي راح ينظاف الها انه راح يكون عندي عدة اسطر مو رو واحد وانما عدة اسطر فهسه خلي نسوي رام ونشوف الماتريكس هذي الماتريكس هنه هذي السطر الاول واحد اثنين ثلاثة تشوفون هنانه اللي خليه تفارزة منقوطة فهنانه نزل سطر ثاني كتبت عندي هنانه اربعة خمسة ستة طبعا اه ملاحظة انه لازم اه لازم شنو يكون اه لازم يكون اه لازم يكون او قبل لا نقول الملاحظة خلي نطبق خلي نطبق هذي نطبق هذي الماتريكس خلي نكتبها ونشوف اشي يطلع عنا حتى تستوعبون الملاحظة عندنا هذي الماتريكس الرو الاول ثلاثة خمسة سبعة والرو الثاني هو بس واحد واثنين خلي نطبقها ونشوف اشي يطلع عنا خلي نسميها بمشرف نفس الاسماء مع المحاضرة اه ثلاثة خمسة سبعة انا افتح قوس مربع ثلاثة خمسة السبعة واخلي فارزة منقوطة علموا شنو ينزل الى السطر الثاني واحد واثنين اكتب واحد سبيس او فارزة عادية واثنين هسي حلي نسوي run هذي طلع لي ارار خلي شوف وين الارار طبعا من تقرون الارار انتبهوا اليا لاين هسه مثلا هذا اجي اول لاين طبقه هذا ما بمشكله اللي هسه نفسه قبل شوية طبقنا اجي على الاين الثاني بارار فهنانا در شوفون انه مؤشر لكم الارار وين بلاين اربعة فبس مجرد انه انا ضغطت على هذا الارار راح الهنان المؤشر اشغلي على لاين اربعة واصلا هنا مكتوب لاين اربعة خلي شوف شنو الارار هسه ديقول الارار هنا اريد انا اقرأه شوف شنو المشكله ديقول الديميشن اوف اري يعني هنا عندي بالخلل الخلل بالديميشن لازم يكون لازم يكون يعني هنا عندي اشكم كولوم عندي هنا واحد اثنين ثلاثة ثري كولوم فهنانا لما اجي اكتب الارارار الثاني الارارار الثاني لازم هما اكتب بي ثلاثة ارقام مايصير اكتب بي رغمان هنا كأنما هيك صارت الماتريكس كأنه هيك صارت الماتريكس مثلا عندي ثلاثة خمسة سبعة واحد اثنين هذا السطر الاول والسطر الثاني هما هذا فبهالحالة صار عندي هنا فراغ هنا فراغ فبهالحالة هذا غير لازم كل سطر كل سطر اكتبه لازم يكون نفس number of column يعني هنا مثلا عندي ثلاث قيم هذه معناتها عندي ثري number of column فلازم بكل سطر اكتب ثلاث قيم فهنانا من خليت هنا فراغ صار اكو خلل فلازم dimension يكون مضبوط فهنانا عندي طلع الايرار فهنان هسا بس لوضيت مثلا اي رقم صفر راح يروح هذا الايرار و راح يتطلع لي الماتريكس اللي هي عبارة عن توكو اتورو يعني سطرا و ثلاث اعمدة مثلا اهنانا اللي طلع امامكم هذا فيما خص هاي الملاحظة هذا طبعا هذا الشرح هذا الشرح اللي هو يوضح الكلام اللي ذكرته طبعا ممكن انه نستخدم الكون ممكن ان نستخدمه في توليد الماتريكس يعني مثلا هسا هنانا عندي الشي اللي لازم ننتبه الي انه الdimension ميصر يعني لازم بكل سطر عدد القيم بقد number of colon هادي لازم تكون مضبوطة هسا هنانا عندنا number of colon اه عفوا هنا عندي من ثمين الى اربعة و من ثلاثة الى خمسة قبل النفذة خلي نشوف انه اكو خلال بالdimension يعني هنانا عندي بالسطر الاول راح تتولد ارقام من ثمين الى اربعة من ثمين الى اربعة يعني شنو اخذناها ثمين و ثلاثة و اربعة يعني شنو اخذناها ثمين و ثلاثة و اربعة يعني شقد راح يولد لي راح يولد لي ثلاث قيم زيان هنا شنو اكو هنا اكو فارزة معقوضة فلازم شنو لازم بالسطر الثاني اه فاللي وراء القيم اللي وراء راح تجيه هتمثل لي السطر الثاني او الرو الثاني فلازم السطر الثاني هماتين يكون بي ثلاث قيم فهنان شنو عندنا مكتوب من ثلاثة الى خمسة من ثلاثة الى خمسة فش كم قيمة راح تطلع ثلاثة و اربعة و خمسة فهمت ثلاث قيم فاذن ماكو مشكلة فندخل روح نطبقها ونشوف هنا عندي اخلي اخلي هنا فارزة مقوطة حتى ما تنعرض عندي نركز على الشي اللي اريد اشرحها هنا عندي من اجقد الى اجقد الدي تساوي عندي من 2 الى 4 من 2 الى هذا شنو السطر الاول اخشنو اخلي فارزة مقوطة السطر الثاني هو من 3 الى 5 من 3 الى 5 من 3 الى 5 سد القرص هسه خلي سوي عن طلع لي السطر الاول 2 3 4 اللي هو من 2 الى 4 السطر الثاني من 3 الى 5 ثلاثة اربعة خمسة ارجع واكرر ليش هذا ليش شون اعرفت هذا سطر ثاني لانه هنا عندي فارزة مقوطة بعد الفارزة كل ما اخلي فارزة مقوطة القيم اللي بعدها راح تنزل سطر وهكذا يعني هسه مثلا اذا اضفت اذا اضفت مثلا اهنا فارزة مقوطة واخليها متلاتة ارقام مثلا عندي 6 7 8 وسويران راح يطلع لي اهه مصفوفه 3 رو فيه 3 كولن 3 فيه 3 ناثنين 3 4 هذا اللي هو يمثل لي السطر الاول السطر الثاني 3 4 5 اللي هو هذا من 3 الى 5 مثلته بالcolon operator وهنا انا عندي 6-7-8 هنا مثلت بالسطر الثالث 6-7-8 طبعا هنا اذا شوفون انه استخدمت يعني واحد من الرو يعني عندي التورو اول التورو او اول سطرين استخدمت الcolon operator في توليد القيم والسطر الاخير ولدت بهاي الطريقة نطاعة القيم مباشرة ماكو مشكلة عادي مثل ما شفتو ما طلع عنا اي ارار اهم شي انه مثلا يعني اضبط الدعميشن يعني هنا ما يصير اكتب مثلا بس 6-7 راح شي طلع لي خلان اتفض راح يطلع لي ارار فهنانا لازم شنو اضيف 3 قيم بنفس عدد الاسطر القيم و بكل سطر لازم تكون متساوية مع الاسطر اللي قبلها و اللي بعدها زيان هس عدنا طريقة تانية اه يعني ممكن ان نولد بها اه الماتريكس انه من خلي فارزه من قوطه و انما اه ممكن ان ندوس انتر يعني احنا ننزل سطر من البداية يعني هسه خلاني نساوي نفد ماتريكس مثلا عندي اه اله يساوي 1 2 3 بدل ما اخلي فارزه من قوطه اللي هو مني شو فارزه من قوطه راح يعرف انه راح ينزل سطر و القيم اللي راح تيجي بعد الفارزه من قوطه راح تنزل بالسطر الثاني انا راح انزل سطر اش راح اقول مثلا عندي 1 2 3 احنا اصلا احنا اخذنا غير قيم اه مثلا احنا اقول اه 9 10 12 و اسد القوس انا نزلته سطر بدون ما اخلي فارزه من قوطه اللي تنزله سطر خلي نسويران راح نشوف انه هذا ال H تم ايضا طلع لماتريكس هاي ايضا طريقة اخرى اه ممكن ان يتم من خلالها توليد الماتريكس اه 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 بين الخمسطعش والعشرين مثلا قيم عشوائية بين العشرين والثلاثين فيطلع لي فونكشن تطل تسوي لنا ماتريكس بس مجرد انه احدد الديميشن مالتها راح تسوي لي ماتريكس بها قيم على قد عدد الديميشن اللي احدده قد عدد وبنفس الرينج اللي احدد هذي الفونكشن عندنا هنانه راند انتجار هنانه عندنا راح نشوف هذي الفونكشن شوان راح نستخدمها عندنا هنانه الاثنين والاربعة راح نكتب الديميشن يعني انا اريد الديميشن مالتريكس مالتريكس اثنين في اربعة يعني سطرين و اربعة اعمدة و اريد الرينج مال هذي القيم مال هذي القيم العشوائية اللي راح يولدها الماثلة بتكون بين العشرة والثلاثين يعني ما تكون اصغر من العشرة ولا اكبر من الثلاثين ضمن هذا الرينج يولد لي قيم عشوائية طبعا شوان راح اعرف قيم عشوائية انه بكل راند راح تطلع لي قيم شكل بس بالنتيجة راح تطلع لي هذي القيم ضمن نفس الرينج طبعا هذي الفونكشن هي تكون جاهزة بالماتلاب بس مجرد انه احنا نستدعيها و لازم نعرف شلون نستعملها هذي الفونكشن بالفيرجينات الحديثة مع الماتلاب صار بيها فالتغيير بسيط باسمها يعني هسه هنا نرند انتجار هذي بالفيرجينات القديمة ما اذكر يمكن 16-17 يعني ممكن ان تتنفذ لكن انا هذي الماتلاب اللي داشتول عليه 2020A فراح اطبق قدامكم هذي الفونكشن مثل ما موجوده بالمحامرة و راح تشوفون انه راح يطلق اي راح يطلع ارار ما راح يعرفها فبما انه كل واحد قسم منه صبين فيرجينات قديمة قسم منه صبين فيرجينات حديثة فراح اراوي لكم انه اللي عنده فيرجين حديث ويطبق هذي شون راح يعني يطلع ارار وشون راح يقدر يعرف الصيرة الصحيحة بالفيرجين الحديث او شون التعديل البسيط اللي صاير عليها اما اللي عنده الماتلاب مالتا طبق اللي نفس اللي موجود بالمحامرة اللي يعني اللي بنفس هاي الصيغة وماكو مشكلة فمعناتها انه ماكو مشكلة انه الفيرجين مالتا يسمح بتنفيذ هذي الفونكشن بهذي الصيغة فهسا انا راح اخذ كوبي على هذي وطبقها راح يطلع طبعا ارار هسا هنانا احلي احلي فارس المنقوطة نلغي العرض مثلا عندي م سوي مكابتل تساوي طبعا هذي اخذت كوبي من المحامرة راح اطبقها وشوش هيطلع انركوكنايز فانكشن ماذا يعرفها هلا راح ابحث بالماطلاب هسا خلي ابحث ها اكتب brand خلي نشوف هالي هاذي هى نفسها بالفيرجين الحديث بالفيرجين القديم NT موجودة راند انتجر هنا بس راند اي طبعا هنا هذي افتحوها بالهيالف و اقروها بغض النظر عن البرجن اللي بيرجن عندها قديم واللي بيرجن عندها حديث يقرب انو بيها عدة تفاصيل الان احنا راح ناخد حالة معينة منعدها فهسا راح نطبق راح نشيل الانتي اللي بيها ولكن ايضا لازم ننتبه الشغلة استقلنا عرفنا انه هالي هي راند اي زيان الشغلة انه احنا بالبرجن القديم احنا عندي الديميشن اللي هو الرو والكولوم وهنا عندي الرينج اللي اريد تطلع به الارقام العشوائية اللي هي بين العشرة والثلاثين بالبرجن الحديث احنا راح بس فقط تتبدل الاماكن يعني هنانا بالبداية نشيل هاي الفارزة بالبداية راح احدد الرينج وبعدين راح احدد الديميشن هنانا عندي اثنين وارباح بس انفذها نفذت عادي تشوفون هنانا عندي الارقام طلعت عندي ارقام عشوائية ولدها الماطلاب بين العشرة والثلاثين ماكو من هذاني الارقام ما عندي رقم طلع لي اقل من عشرة ولا طلع لي فد رقم من قيم الماتريكس بيعني رقمه اكبر من ثلاثين طبعا هنانا عندي الديميشن حددته اثنين واربعة هنانا معناتها سطرين او تورو واربعة كولوم اربع اعمدة هسا حتى يعني خلوا ببالكم هذي القيم حتى اثبتلكم انه هذي ده تشتغل لتولد ارقام عشوائية فهسا بالرن الثانية اللي راح اسويها راح تطلع غير ارقام فهسا راح اسوي رن مرة ثانية طلعت ارقام مختلفة عن القيم اللي تولدت بالرن الاولى لكن بالنتيجة هي نفس الرنج يعني بين العشرة والثلاثين هسا لو اقول بين الخمسة مثلا والعشرة خلي اغير يعني اقل رقم ممكن انه هذي الماتريكس تكون بها قيمة خمسة واعلى رقم تكون بها عشرة والارقام اللي بياناتهن ايضا داخله لازم ما يطلع بالماتريكس رقم اقل من خمسة ولا رقم اكبر من عشرة فهسا حلي اسوران شوفون انه هنا القيم ما عندي فد رقم من الارقام اقل من خمسة ولا عندي رقم اقل من عشرة طبعا الخمسة والعشرة هي داخلة ضمن الرنج لكن ما اكو اقل من خمسة ولا اقل من عشرة طبعا ممكن هنا اغير بالديميشن يعني مثلا هنا خلي اقول خمسة في اربع يعني خمس اسطر و اربع اعمدة فهنا عندي تولدت ماتريكس خمس اسطر هذه واحد اثنين ثلاثة اربع اخمسة خمسة اسطر و اربع اعمدة هذه العامود الاول الثاني الثالث الرابع طبعا اذا اردنا هنا عندنا الماتريكسات اللي هس اذا نولدها مو سكوير ماتريكس يعني السكوير ماتريكس لان السكوير ماتريكس تكون number of row بقد number of column لكن هنانا عندي مثل ما نشوفون انه number of يعني number of row والcolumn ما مستوي فاذا اردت اولد سكوير ماتريكس فماكو داعي انطي يعني هسا مثلا اذا اردت اولد سكوير ماتريكس يعني number of column بقد number of row فبس مجرد انه مثلا اذا اردت اولد خمسة في خمسة بس مجرد انطي خمسة بالجزء اللي اعرف بي dimension بمجرد انه انطي خمسة راح تتولد اللي عنده ماتريكس خمسة في خمسة اهنانا عنديها ماتريكس خمسة في خمسة 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 اسطر و خمس اعمدة هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نفس الشي اذا قلت اثنين سوري انا اذا سوتها ثنين اريد اولد ماتريكس ثنين في ثنين هذه ماتريكس ثنين في ثنين سطرين و عامدين شنو القيم مالتها القيم مالتها حتطلع قيم عشوائية القيم العشوائية هذه الماتلا بيولدها بس مجرد انه نحدد نحن المينمم و الماقسمم طبعا هذه الفونكشن مثل ما قلت لكم ارجعوا اقروها بالهيلف مرة ثانية و راح تشوفون اكو عدة اوبشينات عليها ايضا اقروها و امثلة ايضا موجودة عدة امثلة ايضا اقروها وجربوها انه هنا عندي فونكشن ثانية اللي هي راند اسمها فقط راند هذي تولدلي بمجرد انه استدعيها هذي تولدلي ارقام بين الصفر و الواحد هذي اللي هي هنا الراند فونكشن هذي تولدلي ارقام بين الصفر و الواحد لذلك اهنا عندي شنو uniformly distributed random number between zero and one اللي هي uniform distribution هذا احد انواع انواع ان شاء الله او ما اعرف اذا ما اخذيها او لا يعني يفترض انه تاخذوها في مادة البربابلتي على العموم هذا مو موضوعنا اه احنا هنانا اه ادت تولدلي ارقام بين الصفر و الواحد فهنانا عندي اه يعني سميت انه طريقة التوزيع اه مالتها uniform distribution اه فهنانا عندي مثل ما قلنا احنا راح تولدلي ارقام بين الصفر و الواحد خلي نجربها ساعدنا ان تساوي راند مثلا عندي اشقد هنا ما اخذيها اثنين اثنين هنا دا ولد نجربها اه ساعدنا نجربها ونجربها قلينا شوف اشي طلع طلعت لي عندي الساعدات اثنين في اثنين مثل ما تلاحظون هنا الارقام هذي الفنكشن تولدلي ارقام بين الصفر و الواحد بينما الفنكشن هذي تولدلي ارقام انتجار اه برانج احنا نحدده احنا نحدده minimum و maximum الأرقام اللي ممكن تطلعلي بالmatrix وتكون الأرقام اللي ضمن هذا الرنج تكون أرقام هو يولدها بشكل عشوائي هنا لدينا اثنين إذا ممكن أن أريد أنه أولد matrix هنا سويت square أريد أولد matrix يعني ليس square يعني مثلا عندي مثلا عندي ثلاثة أربعة يعني ثلاث أسطر وأربع أعمدة فرح أسويران هذه تولدت عندي matrix مكونة من ثلاث أسطر هذا السطر الأول سطر الأول هذا الثاني هذا الثالث وهنا عندي مثل ما تشوفون عندي أربع أعمدة هذا العمود الأول هذا الثاني الثالث الرابع الأرقام اللي تولدت هي بين الصفر والواحد طبعا هنا ممكن أنه نولد رو بكتر يعني بأرقام عشوائية بنفس هذه الماتريكس فقط أنه هان يحدد للديميشن يعني مثلا هسا هنا أنا بدل الصحة اللي أولد مثلا بدل ما أقول له النمبر أوف رو ثلاثة أو خمسة أو عشرة وإلى آخرهي أريد أولد رو بكتر مثل ما تعرفون الرو بكتر أه هو عبارة عن وان دايميشنال ماتريكس يعني عبارة عن ماتريكس النمبر أوف رو مالتها واحد فمجرد أنه أنطي هنا الديميشن بدل ما أنطي مثلا النمبر أوف رو قيمة أكبر من الواحد راح أنطي واحد والنمبر أوف كولون مثلا ثمانية بالنتيجة راح يولد اللي راح يتولد عندي فيكتر بثمان أرقام هاي إذا ممكن أنه نولد فيكتر باستخدام هذه الفنكشنات يعني هذه الفنكشن مو فقط أنه تولد لي ماتريكس دو دايميشن ممكن من خلالها نولد ماتريكس وان دايميشن من خلال أنه نحدد النمبر أوف رو واحد أو النمبر أوف كولون واحد وعندي يعني مثلا لو عكسها أقول النمبر أوف رو خمسة مثلا والنمبر أوف كولون واحد إيش راح يتولد عندي راح يتولد عندي كولون بكتر راح يتولد عندي كولون بكتر هذا الكولون بكتر اللي هو راح يقراكا ماتريكس بس عبارة عن هذه الماتريكس الديميشن مالتها عبارة عن خمس صفوف هو عامود واحد فبالنتيجه راح يتولد لكلان فكتر فمثل ما قلت لكم انه احنا الاشياء اللي اخذناها بالماطلة بالمحاضرات السابقة راح نبقى يعني نستخدمها ويعني ونكمل عليها بالمحاضرات الجاية فكل شي هو اساس وشي يعتمد على شي بالنتيجه طبعا عندنا دالة ثانية اللي هي zeros اتولد لي matrix الارقام مالتها كلها صفارة فهنانا عندنا هذي اسمها zeros zero وياها s طبعا انتم ممكن يعني ممكن ترحون على كل على كل دالة من هاي الدوال وتشوفون بتشوفوها بالهلب يعني تقرون عنها اكثر فهنانا هسا مثلا عدنا p تساوي z roads مصفوفة صفرية مثلا اذا اردت اولد شوفون طلاب بس كتبت zeros عرفها انه هالي function فهنانا رأسا طلعت للخيارات n هنانا type و الى اخره هنانا اذا اريد more help مباشرة رأسا اسوي كليك عليها حتى اعرف تفاصيل عنها هسا هنانا راح اولد matrix square matrix ثلاثة في ثلاثة فهنانا راح اكتب ثلاثة تولدت عندي هنانا مصفوفة صفرية كل ارقامها zero اللي هي ثلاثة في ثلاثة طبعا ممكن ايضا نولد بالdimension اللي راح احنا نريده مثلا اذا اردت ستة number of row ستة وال number of column ثلاثة راح تتولد عندي مصفوفة بالdimension اللي احدده عندي هنانا هذا number of row ستة اسطر وال number of column ثلاثة اعمدة طبعا ممكن ان اولد row vector اذا احدد هنا عندي number of row واحد فهنانا راح يتولد عندي رو بكتر كل القيام مالته zero ممكن اولد column بكتر اذا اكستها يعني قلت number of row ثلاثة وال number of column واحد راح يتولد عندي column بكتر ومما سمت راح لو فعلنا اضح قيمة معينة بالماتريكس عنا عرفنا ماتريكس واريد اوصل الى قيمة معينة نفس الشي هنا نوصل عن طريق الاندكس لكن هنانا عندي حيكون الاندكس اللي يشيري الى numberOfRow و numberOfColon فعدنا هنانا هذه الماتريكس بس مثلا هذي القيم مالتها اريد اطلع القيمة اللي يكون الاندكس مالتها هذا اللي هو الRow الثاني اللي مخزون بالRow الثاني والColon الثالث فهنانا الماتلعب راح يجي يدور هذه الماتريكس اللي عندنا راح يروح على الRow الثاني الRow الثاني يا column الاول الثاني والثالث المكتوب عندنا بالColon الثالث فراح يروح وان يأشر راح يأشر هنا فبالنتيجة هذي القيمة اللي هي خمسة اللي هي مخزونة بالRow الثاني والColon الثالث هنانا نطلع لي خمسة فهنانا عندنا راح نولد هذي الماتريكس أو ممكن نستخدم واحدة من الماتريكس اللي استخدمناها ناخذها كوي هي هذي نفسها استخدمناها خلي هنانا خلي هنانا كي تساوي الRow الثاني الRow الثاني الRow الثاني وثلاثة الRow الثاني شنو اريد اطلع الألمنت المخزون بالRow الثاني والColon الثالث يعني هنانا عندي ToIndex حتى اوصل للعنصر الموجود بالماتريكس فهنانا عندنا شون اطلعها أقول مثلا K اللي هو اسمه الماتريكس OFF هنا قوس يارو الثاني باصلة الColon الثالث هنا من خليت هنا قوس يعني صغير واستدعيت هنا نفس اسمه الماتريكس اللي اني اصلا معرفتها فهنانا راح يكون معروف عندي انه هنا باريد اطلع الألمنت او العنصر المخزون بالRow الثاني والColon الثالث فن المقترب ان يطلع لي خمسة هذا خلع لي خمسة اللي هو العنصر المخزون بالRow الثاني هذا الRow الثاني والColon الثالث طبعا ممكن انه استخرج سب ماتريكس يعني فد ماتريكس صغيرة من ماتريكس كبيرة بس لو نروح يعني على نفس الماتريكس اللي عرفناها من ثلاثة الى من الثنين الى ثلاثة من الثنين الى ثلاثة من الثنين الى اربعة من الثلاثة الى خمسة السطرة الثاني نفس هاي الماتريكس و اريد اطلع سب ماتريكس احنا اكفت خطأ line احنا اقفت خطأ خطأنا هذا الخطأ اللي خطأنا الخطأ اللي هو line 14 sorry بدل الفارزة المنقوطة اخلي فارزة هو راح يعرفها راح يعرف انه من 1 الى 2 فارزة من 2 الى 3 اه فهنا لو نشوف بالمحاضرة شنو مكتوب يقول انه اريد اسوي هاي الماتريكس مثل ما شرحت لكم انه هذه الماتريكس الاصلية شنو خليت بيها for example يعني معناتها شنو استقطع لي من الماتريكس الاصلية الرو الاول والثاني و فارزة استقطع لي من الماتريكس الاصلية احنا الكولوم الثاني والثالث كولوم الثاني و فهسا هنانا عندنا لو انوضحها كنا نقل صبورة بشكل اوضح يعني هسا لو نيجي نفس هاي الماتريكس هاي الماتريكس هاي الماتريكس فرضا اسمها A اي تساوي اي تساوي اني هنا 1 2 3 4 5 6 اريد اولد ماتريكس جديدة هاي الماتريكس اسمها B اريد هاي الماتريكس استقطعها من A بس شنو اريد استقطع اريد استقطع الرو الاول والثاني مال الماتريكس الاصلية هاي الرو الاول الى الثاني فارزة اي تساوي الكولوم الثاني والثالث هذا الكولوم الثاني والثالث مال مال هاي الماتريكس ثاني الثاني الى الثالث فبالنتيجة انو هذا ال number of column وعفوه ال number of وهذا ال number of column هذا ال number of هو من 1 الى 2 هذا يمثل من 2 الى 3 ويقوم بإضافة السبب من السبب الثاني والثالث فالنتيجة ما سيقوم بإضافة سيذهب على هذا الرو الأول هذا الرو الأول والثاني سيأخذ سيأخذ من عنده سيأخذ السبب الثاني والثالث فبالنتيجة ستتولد السبب ماتريكس فهنا لدينا المات الماتريكس الأصلية شنو بيها بيها هذه الأرقام ثنين ثلاثة أربعة وثلاثة أربعة خمسة زين قلنا شنو ريد نطلع ريد نطلع ماتريكس جديدة اللي هي مثلا سميناها كي مثلا هذه الكيشة تساوي ماتريكس اللي هي هذه الأصلية اللي يسمها ماتريكس أو عندي من الرو الأول إلى الثاني فارزة الماتريكس الثاني اللي هي الثاني إلى الثالث فهننا راح يجي سطر الأول إلى السطر الثاني زيانا السطر الاول والسطر الثاني يا كولوم راح يستقطع راح يستقطع الكولوم الثاني والثالث راح يستقطع هذا الكولوم فبالنتيجة راح تتولد هذي السب ماتريكس اللي هي 3 4 4 5 هنانا عدنا 3 4 4 5 هذي هي السب ماتريكس اللي استقطعها زين هسه هنانا خلي نطبق هسه شرحنا بما فيه الكفاية هنانا غلطنا خليت فارزة من قوطة هي لازم فاصلة لان هذي تمثل ال number of pro واهنها تمثل ال number of column فحنا هنطلعلي 3 و 4 و 4 و 5 طبعا ممكن يعني انه مثلا تجربون يعني تاخدون غير قيم وشوفوا شيه يطلع لكم لو مثلا استقطعت ماتركس جديدة بهالشكل قلت انه الرول اول وهذه نقطتين هذه النقطتين شنو معناتها هذه النقطتين معناتها انه بالرول اول طلعلي كل الكولومز الموجودة يعني هسا لو نرجع على نفس الماتركس الاصلية اللي هي K مثلا نحقول LL تساوي الماتركس جديد عندي الاصلية شنو اسمها اسمها K اريد اطلعلي من الماتركس K الرول الاول وفارزه الكولومز اللي اريد اطلعه من هذه الماتركس خلي نقطتين معناتها شنو يعني معناتها روح على الماتركس اللي اسمها K روح على الصف الاول زين اوكي راح على الصف الاول من الصف الاول يا كولوم يستقطع واحنا كل صف بعدة كولومات اهنان عدنا ثلاث كولوم يا كولوم يستقطع يأتي لا نقطتين كل الكولومات اللي موجودة بالصف الاول كمكانت صف الاول هذا الصف الاول اختار لون هذا الصف الاول الصف الاول شنو بي بي ثلاث قيم اللي هو كل قيمة معناتها هذي column بي ثلاثة column شقد عدد ال column اللي اريد اختطعها من هذا الصف من اخلي لنقطين معناتها شنو طلع لي كل ال column الموجودة بالصف الاول فهنانا راح يطلع لي ثلاثة اربعة فهنا نفس الشيحة اللي نطبق اهنا ثلاثة اربعة اهنا نفس الشيحة اردت انه اطلع اه يعني اخلي هنا نقطين وهنا ثلاثة اربعة يعني معناتها انه طلع لي كل ال column كل اطلع لي اطلع لي column الثاني وكل ال row يعني كل القيم الموجودة بال column الثاني اطلع لي اياها يعني هسا لو نشوفها شوي على الرسم على نفس هذه اطلع اطلع من ال column اطلع احددت انه ال column الثاني طبعا هنانا بال matrix اكفر ملاحمة احنا قلنا الترقيم يبدي من البداية فهنانا عفوا الترقيم يبدي من ال واحد مو من الصفر مثل السي فهنانا عندي هذا الرقم واحد بالنتيجة هذا الرقم واحد وهذا الرول الاول وهذا هو ال column الاول فلو اريد اشوف الاندكس مادته هذا الاندكس مادته هو واحد واحد انا ذكرت بالمحاضرات السابقة انه الماتلاب يرقب من ال واحد فهنان بال matrix هم نفس الشي row هنا يبدي واحد وهنا column ايضان واحد نفس الفكرة حسا شنو نريد الريد انه يريد شنو يريد يريد ال column الثاني column الثاني هو هذا B2 row او ممكن اكو في الحالات تجي بي اكثر من row لانه الماتر بس 2 في 3 فعندي number of row 2 كم قيمة اريد ان نستخطع فاذا قلنا نقطين معناتها راح يطلع لي كل القيم اللي مخزونه كل القيم اللي موجوده بال column الثاني فهنانه هسا لو نجي نطبق هي يساوي K اللي هي لازم نكتبها الاسم الاصلي الماتركس اللي يريد نستخطع من عدها هنا هنا عندي number of row كل ال row بفارزة بال column الثاني ثلاثة ستطلع لي number of row وال number of column بالماتركس يعني هسا مثلا لو قلت ثلاثة ب أو R تساوي size للماتركس كي مثلا اللي شنو اللي نشتغل عليها دعني نسوي run شوف انه هنانه طلعلي انه هذا يمثلي الرقام يمثلي number of row هذا يمثلي number of column يعني هنان عندي 2 row و 3 column اللي اللي يطلعلي المكسيمم dimension يعني شنو المكسيمم يعني مثلا يطلع اذا عندي number of row 2 وال number of column 3 ما الماتركس و اريد اطلع length مثلا لل x راح يرجع لي رقم اذا number of row اعلى راح يرجع لي الرقم ما لل number of column اسه مثلا اسه مثلا لو اريد اطلع اقول length ن ن تساوي length المن ل كي شوف شي طلع عنا طلع عنا ثلاثة ليش الثلاثة شو تمثل ثلاثة تمثل number of column وهو شي طلع الاعلى يعني لو كان number of row هو الاعلى كان طلع لي الرقم اللي هو ما لل number of row فيطلع لي انه اعلى قيمة يا هي number of row لو number of column اه زين عندنا عدة فنكشنات مثلا عندي الاي الاي هذي شنو تسويلي اه اطلع لي n by n matrix with one on the main diagonal يعني اطلع لي تسويلي matrix القطر الرئيسي لها اه يكون اه عبارة عن واحدات خلي نجربها مثلا لو قلنا اه ال y تساوي ال i مثلا عندي اه 2 في 5 او خلنا اخذ square مثلا 3 تشوفون طلعت لي مصفوفة كل ارقامها صفر عداء المحور الرئيسي الها القطر الرئيسي الها يكون اه عبارة عن واحدات هذي ال i zero اخذناها ال ones هذي ال ones تطلع لي اه في الماتريكس اه كل الارقام مالتها واحدات يعني مثلا لو قلة y2 تساوي ones هي one و هيها s مثلا اريد number of row 5 و number of column 4 راح يشوف عبارة عن مصفوفة كل ارقامها واحد و هي 5 في 4 اهنا هذا ال العاز اللي هو ال diagonal للا اه هذا شنو هذا يستقطع لي يستقطع لي المحور القطر الرئيسي ما للماتريكس مثلا راح ابول diagonal المن diagonal مثلا لل K اللي شنو اللي كتبناها اللي فوق ش راح يطلع لي 2 و 4 نورجع لل كي مستدعيها صحيح طبعا هنال الماتريكس يعني number of column number of column فهنا هذا هو 2 و 4 هذا هو القطر الرئيسي اللي هو طلال المين diagonal اوكي الهنا نتوقف و نكمل على المحاضرة الجاية ان شاء الله اي شيء مواضح اسألوني ان شاء الله نتناقش به و شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة